حذاء ذكي ربما تحمل تفاصيله بشرى صارة للعمال الذين يؤدون مهاما محفوفة بالمخاطر فهذا الحذاء مزود بشريحة ووحدة لاسلكية تمكن من يرتديه من توجيه انذار لباقي فريقه أو تلقي رسالة من رئيسه لتلاف الخطر ويعمل هذا الحذاء بآليتين الأولى عن طريق تحريك إصبع القدم إلى أعلى والثانية عن طريق الضغط على زر في جانب الحذاء من الخارج وفي كلتا الحالتين سترسل رسالة لاسلكية مباشرة إلى باقي فريق العمل لتحر أمر زميلهم والتأكد من سلامته وبالعكس يمكن أن يطلق الحذاء رسالة من فريق العمل إلى الشخص الذي يرتديه وعندها يبدأ الحذاء بالاهتزاز محدثا صوتا عاليا لتنبيه هذا الشخص بشيء ما إذا كنت فاقدا للوعي ولا تتحرك الحذاء يمكنه أن يدرك ذلك وسيحاول أن يفيقك عن طريق الاهتزاز هنا وهناك وإذا لم تستجب لذبذبات الاهتزاز سيرسل الحذاء إشارة تلقائيا إلى زمرائك القائمون على هذا الابتكار يقولون أن الشخص الذي يرتدي الحذاء يحرق إصبع قدمه لأعلى لإرسال إشارة طويلة حال تعرضه لخطر داهم ويحرقه مرتين قصيرتين في حال رغبته في إرسال تنبيه عاد وفي ظل إحصاءات عالمية تشير إلى وفاة عامل كل خمس عشرة ثانية لأسباب تتعلق بالعمل تسعى شركات كبرى لتطوير فكرة الأحذية الذكية التي يرون أن شركات التأمين على الحياة ستكون من أبرز داعميها نظرا لأنها ستوفر عليها الكثير من النفقات اشتركوا في القناة